أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثاً عظيماً عجيباً عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه لنا الصحابي الجليل صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو حديث عجيب فعلاً قال صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم ملك من الأمم السابقة وهناك روايات أخرى ليست في صحيح مسلم في سنن الترمذي بأنه ملك نجران جنوب الجزيرة العربية كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر استخدام السحر شائر في الماضي والحاضر حتى كبار الساسة أحياناً بعضهم يستخدم السحر حتى في الغرب وظهرت فضائح كثيرة حتى رياضيون كثير منهم يتعامل بالسحر كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر ماذا يستفيدون من السحر؟ يستفيدون كثيراً من الأمور فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جعل هناك بعض القوة بعض القوة الخفية يستطيع هذا الساحر أن يدركها من خلال تعاون الشياطين معه لكن الساحر يدفع الكثير من الأمور لينال هذه القوة يدفع راحته ويدفع صحته وأبشع حياة حياة السحرة أبشع حياة ولو كان هذا الساحر يستطيع أن ينفع الآخرين لنفع نفسه القزد وكان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر طبعاً في اللغة العربية يقال كبر إن أردت به السن أي كبر سنه فإن أردت العظم والقدر قلت كبراً بضم الباب كبرت كلمةً تخرج من أفوامه يقولون أن لا كبر يقول فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر أي حتى لا ينتهي هذا العلم فأنت تستفيد من هذا السحر للسيطرة على هذا الشحر وأن أخشى أن أموت فأريد خليفةً يكون من بعدي فابعث إلي غلامًا غلامًا السحر دائماً يحرصون على الغلمان الصغار دون البلو إلى يومنا هذا فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر فبعث إليه غلامًا يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب يعني إذا سلك من أهله هذا الغلام ويذهب إلى الساحر كان في الطريق راهب من هو الراهب؟ هذا الراهب كان على الدين الحق على دين التوحيد والإيمان بالله وحده ونبث الشرك والراهب يقال للعابد الزاهد الذي ترك ملذات الدنيا وشهواتها وانعزل للعبادة فهو يمر في طريقه إلى مكان نائن هذا المكان نائن هناك سومعه فيها راهب يقول وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه هذا الغلام نبيه ذكي سمع كلام الراهب كلام جميل الكلام عن الله جميل الحياة مع الله جميلة أقسم بالله جميلة جدا فهو ارتاح ورأى السعادة مع الله فأعجبه كلامه سبحان الله ورب شر يقود إلى خير ذهب به إلى الساحر فذهب الله به إلى جنته عن طريق الساحر يقول فأتى الساحر فإذا أتى الساحر قعد إلى الراهب وجلس معه واستمع لكلامه فإذا أتى الساحر ضربه لماذا؟ لأنه تأخر عنه ولذلك في رواية الترمذي أن الساحر اشتكى إلى أهله بعث إليهم وقال لا يكاد يحضرني أنا كلمت الملك ليختار لي غلاما نجيبا ذكيا فاختار لي هذا الغلام لا يكاد يحضرني حضوره إلي ليعلمه الساحر قليل فضربه الساحر فشكى ذلك إلى الراهب شيخه ومعلمه الذي علمه ودله على الطريق إلى الله شكى إليه هذا الغلام والغلام هو من دون البلوغ فقال له الراهب الزاهد العابد قال إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي يعني منعوني لأشغالهم إن شغلت بأمورهم عنك وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وهذا ليس بالكذب إنما هي التورية مع أنه يجوز له الكذب لكن الصالحون يخشون من الكذب جدا حتى في أبواب الخير فهم يجنحون من الكذب إلى التورية والكذب هو أن تقول خلاف الحقيقة أما التورية فهو أن تقول كلاما يوهم معنا أنت لا تريده بقصد إخفاء الحقيقة لإحقاق حق وإبطال باطل فإن استخدمت التورية لإحقاق باطل وإبطال حق لا تجوز حتى التورية لا تجوز إن كان الهدف منها الشر لكن هنا الهدف الخير قال إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك يعني استمر فترة وهو ينهل من معين هذا العابد الزاد ويذهب بين الفين والأخرى إلى الساحر ليغطي على حقيقة أمره فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس والدابة العظيمة لم تذكرها الرواية في صحيح مسلم لكن ذكرتها الرواية في سنن الترمذي بأنها كانت أسداً أسد وفي السابق كانت الأسود موجودة حتى في الجزيرة العربية لماذا؟ أن قناة سويس قبل أن تحدث هذه القناة كان هذا الخليج خليج السويس وخليج العقبة كان مفتوحاً فكانت الوحوش والسباع والأسود تهاجر من أفريقيا عن طريق خليج العقبة وتدخل الجزيرة العربية لكن بعد أن وضعت القناة امتنعوا عن ذلك منعوا عن ذلك القصد يقول فأتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجراً وقال اللهم إن كان أمر الراهب هذا العابد الزائد إن كان أمر الراهبي أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة فرماها فقتلها ومضى الناس لأنها حبستهم كيف تستطيع أن تخرج من بيتك وأولادك الكل محبوس أسد فمضى الناس فأتى الراهب فأخبره بالخبر الغلام سدم من هذه الحقيقة العظيمة وجاء يبشر الراهب بأنه رأى آية عظيمة تدل على أن أمر الراهب هو أفضل من أمر الساحر ماذا قال له الراهب العالم العابد الزاهد قال له أي بني أنت اليوم أفضل مني أنظر إلى التواضع وناس لا يحبون الشهرة ولا يحبون الصيد يريدون لقاء الله تواضع الزاهد أي بني أنت اليوم أفضل مني قد أرى من أمرك قد بلقت من أمرك ما بلقت ثم قال كلمة عظيمة وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي كيف عرف إنها سنة الله كلما ازداد إيمان العبد لابد أن يبتلى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال أي بني إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص آتاه الله هذا الفضل العظيم أنه بالدعاء والرقية وملأ الله هذا الجيل بالكرامات لماذا؟ لأن هذا الجيل وهذا العصر لم يكن هناك كلمة الله تقودهم إليه فكان سبحانه لرحمته بالخلق يكسر القانون العام للكون ليدل الناس إليه أما نحن اليوم فلا نحتاج إلى ذلك لذلك الكرامات في هذه الأمة وإن كانت الأفضل أقل لماذا؟ لأن الله عوضنا عنها بكرامة عظيمة تخاطب العقل ولا تخاطب الحس وهي كتاب الله سبحانه وتعالى فماذا يقول؟ يقول وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه الأكمه هو الذي ولد أعمى يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء وكان جليس للملك قد عمي هذا الإنسان الجليس للملك وصل إلى مرحلة أنه من جلساء الملك لكن عمي فجاءه بهدايا كثيرة وقال للغلام كل ما ها هنا لك أجمع لك أجمع يعني كله لك إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك فآمن الأعمى بالله فدع الله له فشفاه فأتى الملك وجلس إليه الأعمى الذي كان أعمى وجلس إليه كما كان يجلس تفاجأ الملك قال من رد إليك عليك بصرك قال ربي ربي قال ألك رب غيري قال ربي وربك الله يريد أن يهتدي هذا الملك هذا الأعمى رأى آية عظيمة فيريد أن يهتدي هذا الملك لكن القلوب القاسية ترفض الحقيقة وتأبى أن تخضع لملك الملوك سبحانه وتعالى فلم يزل يعذبه من أين جاء بهذا الكلام يريد أن يعرف من وراء هذا الأمر من وراء هذا الفكر المتطرف الله تعال فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام لا يكلف الله نفس الله وسعها فأتي بالغلام وبهل الملك هذا الغلام الذي أرسلناه ليتعلم من الساحر نعم قال لابد الملك يقول لابد أنه قد بلغ من السحر مبلغا عظيما ففرح الملك قال أي بني انظر إلى التلطف لأنه يريد أن يستغل هذا الغلام لإخضاع الشعب والتأثير عليه فروه هائلة هذا الغلام قال أي بني قد بلغ بك من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فلم يزل يعذبه لماذا؟ قطعا هذا الغلام قد أخذ هذا الكلام من شخص آخر من هو؟ افتح الملفات القديمة أين كان يذهب؟ إلى الساحر كان يتأخر حققوا مع أهله أين كان يذهب؟ يتأخر على الساحر من هو الشخص؟ من هي الحلقة المفقودة؟ فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب آه هذا العقل المدبر أتي بالراهب مباشرة هذا لا رحمة لا يوجد معه أسلوب رحيم متلطف كأسلوب الغلام أي بني لا 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 ارجع عن دينك فأبا الراهب انتهى الراهب أدرك أنها لحظة النهاية فأراد أن يشرفه الله بشرف الشهادة أبا فأتي بالمنشار في رواية الميشار في رواية المئشار كلها بمعنى واحد بمعنى الميشار فوضع على مفرق رأسه فشق حتى وقع شقا أشد أنواع التعذيب رفض أن يعود إلى الكفر ثم أتي بجليس الملك ارجع عن دينك فأبا جليس الملك هذا الذي كان ذا جاه يأتي أحمق ويقول ماذا صنعت بنفسك قد كنت مع الملك وكانت لك الحضوة خذ الرخصة قل كلمة الباطل وأنت تضمر الحق لا هؤلاء رأوا المؤمن يرى بنور الله إنه يفكر بما عند الله ولا يفكر بالمفهوم الدنيوي الذي سجن أهل الدنيا فيه أنفسهم فوضع الميشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم أتي بالغلام ارجع عن دينك هذا الغلام هو المهم ارجع عن دينك فأبا الغلام لا يريد الملك أن يخسر هذا الغلام هناك فرصة أخيرة دفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به ذروة الجبل يصح ذروة ويصح ذروة لغة فاصعدوا به إلى ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه يريد أن يستغل هذه المسافة ليفكروا الغلام لعله يعود ونستفيد من هذه الطاقة الجبارة فذهبوا به فلما صعدوا به الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف الجبل فسقطوا جميعا ثم عاد يمشي إلى الملك لماذا رجعت أيها الغلام ألم تكن فرصة ثمينة للهروب لا أدرك الغلام أن الله قد كلفه بحمل الرسالة بعد الراهب وأن مهمته اليوم ليست النجاة بنفسه إنما مهمته اليوم هو أن يحمل هذه الرسالة إلى الملك وهذا الشعب المسكين الذي ضل طريقه إلى الله ثم عاد إلى الملك يمشي في الرواية فقال له الملك ما صنع أصحابك ذهل الملك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه بدلاً أن يؤمن هذا الأحمق هذا الملك المتجبر الطاغية آيات تراها أمام عينيك والغلام يريده أن يهتدي لكن القلب القاسي يأبى الخضوع لملك الملوك فدفعه إلى نفر آخر وقال اذهبوا به في قرقور قرقور يعني السفينة صغيرة فإذا توسطتم بالبحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فلما توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت السفينة وغرقوا جميعاً وعاد يمشي إلى الملك ما صنع أصحابه كفانيهم الله فرصة مينة لتعود إلى الله أيها الملك وتبقى في ملكك ابقى في ملكك مؤمناً لكنه يصر والعياذ بالله لأن أصحاب القلوب العقول المصمتة الحمقاء إنما هي كالمطرقة التي لا تتعامل مع الأمور إلا كأنها مسامير لا ينفعها إلا الطرق والعنف هكذا هي فقال له الغلام إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به تخيل الغلام يقول للملك حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم تأخذ سهماً من كنانتي الكنانة هي الوعاء الجلدي الذي يوضع فيه السيام ثم تضع السهم في كبد القوس وسط القوس ثم تقول يعني أمام الملأ بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإن أنت فعلت ذلك قتلتني الأحمق بدلاً من أن يؤمن ماذا صنع صنع ما فعله ما أمره به الغلام فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلب الغلام على جذع ثم أخذ سهماً من كنانة الغلام ثم وضعه في كبد القوس ثم قال أمام الملأ بسم الله رب الغلام فرماه فوقع السهم في صدق الغلام الصدق هو ما بين العين وشحمة الأذن يعني هنا فتألم الغلام هذا هو الألم الأخير لهذا الغلام التقي ووضع يده على صدقه فمات فحين رأى الناس هذه الآية صاحوا بصوت واحد آمنا برب الغلام فجيء بالملك قيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد وقع حذرك قد آمن الناس فأمر بالسكك فأمر بالأخاذيت فخدت بأفواه السكك يعني في بدايات الطرق ثم أضرمت ناراً ثم قال من رجع عن دينه وإلا قيل له اقتحم يعني يجعل له الخيار هو لا يريد أن يقتل الناس هو يريدهم أن يختاروا بين القتل وبين أن يعودوا عن دينهم وأخذ الناس يتقاذفون في النار حتى جاءت امرأة معها صبي فتلكأت تقاعست ترددت فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق وفي رواية ما هي إلا غميضة يعني غمض الخلاص الألم يزول طويت هذه الصفحة من الصفحات التاريخ المشرقة ثم نسيت هذه الرسالة العظيمة وأعاد الله سبحانه وتعالى فتح هذه الرسالة العظيمة بعد سنين طويلة في أعظم كتاب من كتبه السماوية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وأعاد أحياءها من جديد لأن الله سبحانه وتعالى زرعه لا تحصده مناجل الظالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فتوبوا إلى الله واستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون اللهم صلي وسلم على حبيبنا وقرة يعينينا محمد صلاة دائمة سرمدية ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيته وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة والشام اللهم انصرهم على أعدائهم نصر مؤزراء اللهم اجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا اللهم عز الإسلام والمسلمين بهداية الحكام المحكومين إلى طريق القرآن طريق العدل والعز في الدنيا والسعادة والنعيم في الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قموا إلى صلاتكم ورحمكم الله